ما زالت الأوضاع في الأراضي المحتلة على صفيح ساخن فلليوم الثاني على التوالي يتوصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بينما تستمر الاشتباكات في بلدات ومستوطنة إسرائيلية متاخمة للقطاع جيش الاحتلال أعلن أن عمليته ما زالت مستمرة في عدة مناطق حول قطاع غزة وأن طائراته قصفت منازل وسوتها بالأرض في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبا حتى بيت حنون شمالا وجرأ تلك العمليات لحق دمار كبير بالبنية التحتية في كل المناطق التي استهدفها طيران الاحتلال الإسرائيلية إضافة إلى دمار في ممتلكات عامة وخاصة بينها مستشفيات ومدارس ومؤسسات وفي الصياق اجتمع مجلس الغزراء الإسرائيلي الأمني المصاغر في وقت مبكر الأحد وقرر عقب اجتماعه وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة أما الهلال الأحمر الفلسطيني فحذر من وجود نقص شديد في مغزون الوقود اللازم لتشغيل المستشفية في القطاع اللازم لعلاج الجرحى والمصابين يأتي هذا بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وتواصل قوات الاحتلال إغلاق حواجز قلندية ومخيم شافاط وبيت أكسا والجيب وفي محيط مسجد بلال بن رباح فيما سمحت بابوري المواطنين عبر حاجزي زعيم وحزمة فقط وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية عمل إدراب شام المحافظة الضفة الغربية وشل مناح الحياة كفة فيما أغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية